جاستن مون يرتكب جريمة بشعة تهز أمريكا جريمة تمت على طريقة أفلام هوليوود في وقع الصدمة وشيء لا يتوقع العقل البشري والإنساني هزت جريمة بشعة تمت في مدينة ليفتاون في ولاية بنسلفانيا جريمة أثرت الرأي العام الأمريكي حيث قام جاستن مون بإنهاء حياة والده مايكل والذي يبلغ من العمر 68 سنة وقام بفصل رأسه عن جسده وقام بالتمثيل بالجسة وصوره ونشر الفيديو على قناته على يوتيوب وفارق قيامه بهذه الجريمة البشعة هرب جاستن إلى مكان غير معلوم إلا أن الشرطة الأمريكية تمكنت من القبض عليه بعد هروبه بساعتين فقط بعد ما تم تحديد مكان تواجده وبعد القبض عليه وجهت ليه الشرطة عدة تهم منها القتل من الدرجة الأولى والتمثيل بالجسة وحياز السلاح الجريمة والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن لسه أسرانا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة